رح نبدأ يا ميسون مع أسيل وبرج الحمل برج الحمل يا أسيل الحمل من الأبراج اللي بالفترة الأولى فيه دعم وفيه حظوظ وخاصة بالمهنة والمال تستعيد نشاطك وتنطلق وتحقق هدف ولكن بدك تنتبه لصحتك خاصة بمنتصف الشهر يعني خلينا نقول من 12 ل 16 هاي الفترة بدك تنتبه لصحتك وتتابع أول بأول الأسبوع الثالث فيه مطبات بدك تتغير المعطيات عن الأسبوع الأول والثاني ممكن حدا بيسحب إجرك لمشاكل قانونية فبدك تنتبه الأسبوع الثالث ما تدخل بأي قضايا قانونية وإذا كانت موجودة بدك تأجلها للعشر أيام الأخيرة حتى تكون الوقت أفضل لإلك فرح بدأتعرف عن الميزان الميزان من الأبراج اللي كتير كويسة به هذا الشهر فيه نجاح وفيه انطلاق واندماج بالمجتمع أكثر نعرف عن برج الميزان أنه إنسان منطوي مش منطوي هاي الحالة المرضية لا وإنما هو صعب باختيار الأصدقاء وصعب باختيار الناس اللي يمشي معاهم سواء كان بالشغل أو بالحياة الخاصة فهاي الفترة في اندماج بالمجتمع بشكل كثير كبير لبرج الميزان أيضا في اجتماعات كثيرة لقاءات كثيرة في مناقشات قد تكون عملية ومهنية فترة ضاغطة هاي الفترة تزداد فيها المسؤوليات ومنتصف الشهر تعتبر فترة مالية ولكن ما رح توصل لهدف إلا إذا عملت بعض التنازلات خاصة بقضايا ورث أو قضايا ديون أو أموال غير مستحقة الهزمان مثلا عم تمشي فيها بشكل قانوني هلأ هاي الفترة إذا عملت تنازلات رح تحصل عليها بإذن الله في عنا كمان رندة ميسون بدأت تسأل عن موليد برج القوس القوس خلينا نقول هاي الفترة فيها دعم وفيها حظ ولكن فيها ضغوطات بالمقابل في معطيات جديدة قد تعطيك سهولة ويعني كيف ينفتح الباب ويتسكر ينفتح الباب ويتسكر هي فترة مدوى جزر على برج القوس بتلاقي الموضوع سهل 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 وبعدين تظهر أقدة في هذا الشيء ممكن تأخرك أو تخليك تغض النظر أو تتراجع عن الموضوع لكن أنا بحكي لك أنه إذا صبرت أنت قادر على تجاوزها وتكملها بشكل إيجابي عالي المستوى أيضا هاي الفترة بدك تنتبه لكثير من الوجوه المقنعة بدها تظهر بدك تنتبه للكلام المعسول ما تصدق كل ما تسمع أيضا تكتشف هاي الناس اللي هي تحمل أكثر من وجه ممكن أنه تنصدم فيها لأنه فيه كثير من الناس اللي كانوا عزيزين عليك أيضا الفترة الثانية رح تنتهي كل الضغوطات وتكون ممتازة جدا بإذن الله عنا كمان ريم ميسون عم تسأل عن الجدي كيف أموره؟ هي بدها الوضع المادي أكثر المادي أكثر الجزء الأول اللي رح تحمل كثير من الطاقة وكثير من الأفكار فهذا بيخليك أنه تنطلق لأكثر من جهة يعني الجدي رح يكون عنده الاستعداد أنه يفتح أكثر من باب وينطلق فيهم هذا الشيء خطأ وما بيخدم مصالحك يخص الوضع المالي أيضا أنه بدك تنتبه لأنه هاي الطاقة اللي أنت تحملها ركزها على شيء واحد لحتى توصل لهذا الهدف تحقق قضايا مالية بمخططات جديدة وبأفكار جديدة وممكن زيادة الأموال بإيدك تعرضك لعمليات النصب والاحتيال فبدك تنتبه الثلاث أسابيع الأولى أنه ما تحط فلوسك بمشاريع وهمية أو أنه تدخل بمشاريع أرباحها عالية جدا غير معقولة يعني هذا الشيء بدك تفهمه أنه هو عملية نصب انتبه أيضا للكذب وقلنا المشاريع الغير حقيقية أيضا لحتى تسد بعض الثغرات بدك تدخل بتحديات خلينا نقول مع بعض الناس هاي أيضا بدك تنتبه لها إذن الوضع المالي جيد جدا ولكن أنت معرض لبعض الأمور اللي بدك تتجاوزها بذكاء ودبلوماسية عنا كمان نور ميسون عم تسأل عن الوضع العاطفي هل ممكن يكون فيه ارتباط لموليد برج العذراء؟ العذراء نعم صلنا الأول العام والعام الماضي حكينا لبرج العذراء أنه الفرصة مناسبة حتى لكبار السن ولمطلقات أو الأرامل بنحكي الذكر والأنثى طبعا مش بس للأنثى هاي الفترة الثلاث أسبوع الأولى هي فترة عاطفية تعيش فيها السعادة وتعيش وتشعر بالأمان وأيضا غير المرتبطين الفرصة مناسبة للالتقاء بالشريك المناسب بدك هاي الفترة أيضا نوصيك أنه ما تكون مستفز يعني ما تسمح للناس أنها تستفزك وأنت أيضا ما تستفز الناس سواء كان بالكلام أو بالفعل معطيات جديدة عم تدخل حياتك ولكن دائما رح يكون فيه نقاشات ومسؤوليات جديدة بهاي الفترة ولكن بدك تنتبه لكلامك لأنه أنت المسؤول عن تسكير باب سلبي أو فتحه على الآخر بكلامك وبأفعالك ميسومنا نشكرك كتير حبيبتي أتمنى لك عطلة نهاية أسبوع راي أو دافية يا رب إن شاء الله وإنتوا كمان مستمعين ومشاهدين شكرا لكم على حسن المتابعة لقانا بيجدد فيكم يوم الأحد على خير إن شاء الله باي باي صحة 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 صح سيح ما روتنا شكرا